في عنوين النشرة حينما سألت دباح طفل الفلسطيني عن آخر أمنياته فتوى جبشيت فكروا كما يحل لكم وتصرفوا كما يحل لنا رياض سلامي عن هيئة مكافحة طبيض الأموال عم نعالج الملفات إفراضية مغارة كازينو لبنان افتح يا سمسم تعيين حارس قضاء على كازينو لبنان حرصا على المال الخاص والمال العام حلم الانقلاب يراود السيد تعطيني البلد خمسة أيام وعدبني باليوم السادس صباح الخير وأهلا بكم إلى النشرة الصباحية من قناة الجديد في بيروت من قتل إسلام محمد ليس غريبا عليه أن يذبح عيسى طفل الاثنتين عشر سنة اختصر بعنقه خمسة عوام من الحرب السورية الملعونة الدين والنسب والأهل والرعاية والتدريب والتسليح والتمويل الطالعة من كذبة اسمها ثورة والخارجة على ديانات السماوية المخرجة حفنة قتلة وأوغاد ومخلوقات عجيبة لم تصنع لها قلوب ولا ضير عندها في التهام الأفئدة عيسى فلسطين المذبوح كفلسطينه يهز الرأي العام ولا يخدش حياء الدول بصناع حربها والأمم بالقلق الدائم لأمينها وجامعة الدول عن بكرة أبو غيضها وجمعيات حقوق الرفق بالإنسان المعنية شهريا بتعداد أرقام الضحايا والنازحين كما لو أنها آلة تذكير ميتة درة حلب ينحر على أيدي منظمة معارضة تسمى معتدلة وتحمل اسم نور الدين الزنكي هذا الملك الذي لقب بالعادل وبتقي الإسلام قبل تسعمائة عام أحفاده اليوم يذبحون بالعدل ويخيرون الطفل بين الموت نحرا أو رميا بالرصاص لكنهم يقررونهم المصير هؤلاء هم المعتدلون الذين دعمتهم أمريكا وأولت على ثورتهم بالتغيير ودل لهم العرب وهذا هو المعتدل فكيف بالإرهابي المتطرف المتشدد وماذا ترك له من أسليب دموية أي مشاعر يحملون ويخطفون معها اسم الله أكبر في أثناء تنفيذ العملية الأسئلة كثيرة لكن الجواب واحد وهو أن هذا العبد الله ابن عيسى من شأنه أن يشكل الثورة العكسية المضادة لخمس سنوات مضت وبدمه تروى حكايات عن دول وملوك وعروش وامبراطوريات تفننت في قتل الشعب السوري وقبله العراقي والليبي جلست تفكفك أنظمة وتهز كراسي حكم وتبيد شعوبا تطلب الحريات للدول ولما ترتطم بانقلاب تستل السلاح الدكتاتوري وتبدأ عملية تطهير تشمل الجيش والقضاء والمدعين العامين والموظفين الرسميين كما يحدث في تركيا اليوم خمسون ألف موظف جرى ترضهم عقوبة العدام تتقدم العسكر في المعتقلات والقضاء على قدر أردوغان لكن خطوة واحدة لم تتخذها تركيا وهي أقفال المعابر أمام الإرهابيين فبحسب لوفيجارو الفرنسية فإن مئة أجنبي يدخلون إلى سوريا أسبوعيا عبر تركيا للقتال في صفوف داعش واشنطن إذن تعلن استعدادها التخلي عن دعم حركة نور الدين زينكي بعد ذبح الطفل عبدالله عيسى والحركة تتنصل وتقول إنه خطأ فردي ها هو الطفل عبدالله عيسى يجلس جريحا مرعوبا تحيط به مجموعة وحوش تقتاده ليذبح على يد فصيل معارض معتدل في نظر البعض هو فضل الموت بالرصاص لكن إرهابهم قضى عليه ذبحا وفق الشريعة الداعشية وقبل أن يرتكب إحدى أخطر جرائم الحرب في سوريا يكبرون الله أكبر عبدالله طفل فلسطيني لم يتجاوز 12 عاما ذبحه مقاتل من حركة نور الدين الزينكي المعارضة التي قالت إنها أسرته في معارك مخيم حندرات شمال حلب وتعرف هذه المجموعة بتلقيها دعما من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها جزءا من المعارضة المعتدلة لكن الجريمة التي هزت العالم قد تدفع واشنطن إلى إعادة النظر في دعم تلك المجموعة إذا حصلنا على أدلة تؤكد أن ذلك حدث بالفعل وأن هذه الجماعة متورطة في ذلك فسيتسبب هذا بوقف تقديم شدة أنواع الدعم لها قيادة حركة نور الدين الزينكي استدركت فضاعة الجريمة فسارعت إلى إصدار بيان دنت فيه ما وصفته بالانتهاك الإنساني مشيرة إلى أنه خطأ فردي لا يمثلها وأنها شكلت لجنة قضائية لمحاسبة المتورطين وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا في وقت سابق من الشهر الجاري روت فيه تفاصيل مروعة لانتهاكات نفذها مقاتلو تلك المجموعة من بينها الخطف والتعذيب حين يدفع الصغار حياتهم ثمن لعبة الكبر حتى التراب ينسى أثار نيران الحروب والجرح يلتأم والذكريات قد تتلاشى فسمة الحروب أكل البشر والحجر أما الأطفال فيبقون الصورة التي تضغى على ما عداها دمية منسية أيدي ممدودة تستنجدنا لون غبار صرق وردة طبعتها الشمس على محياهم لعب صغار دفع ثمن لعبة الموت قان 96 جريمة على ضخامتها جسدها أصغر الأطفال صرقات محمد الدرة في استغاثة غزة وهربوا هؤلاء من أمراج القصر إلان ملتحفاً الشاطئ عبدالله عيسى وكأننا بفلسطين مذبوحة هؤلاء أطفال لا يكبرون أما نحن فما عاد يهزنا سوى أنامل صغيرة فقدت قدرتها حتى على التلويح وداعاً جبشيت وبتوقيع البلدية تصدر قرارات تمنع الاختلاط بين الذكور والإناث قرار الوصايا السبع من بلدية جبشيت الموجه إلى أصحاب محال التسلية والكمبيوتر بدأته البلدية بكلمات تؤكد حرصها على راحة الأهالي ورعايتها للجانب الشرعي والأخلاقي وأكملته ببعض النقاط التي تفرد إقفال المحال في أوقات الصلاة وعدم بيع أو تداول أي من الأفلام الإباحية تحت طائلة الإقفال والملاحقة القانونية ومسك الختام كان التزام عدم الاختلاط بين الذكور والإناث قرار أثر ضجة ورفضاً على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه لم يزعج أهالي جبشيت أنفسهم قرار منيح بفيد البلد ومنح أننا نحن كمان اتفاقنا على هالإشي هن تقترحوا علينا هالشي ونحن بننا فيه شي طبيعي نحن هون منطق اسمه شبشيت منا ببيروت العاليات اللي هون الأغلبية أنه ما فيها نخلو ذكور وإناث مع بعض أنا هيدا ما بأيدا الفكرة كأنا كشخص بس ما فيه إطرح شخصيتي أنا هون قدام المجتمع قدام الضيعة كله ما بيقبلوا ما بيوقفوا ما بيردوا على واحد عمره مثلا 22 سنة لا لا ممنوع حد بنات لا ممنوع يفوت البنات في الجوة وحتى بلدية جبشيت استغربت الضجة التي أثيرت نتيجة هذا القرار أنا فهميني بمحل مغلق بنت هي والشاب على نفس الكرسي أو كرسي ملاصق لا نحن مجتمع محافظ هل أد البنات عندنا يعني بدأت تكون أو الشباب نحن معنيين أنه هذه نوصلها أن تصير أم وهذا يصير أب معنيين حدث الرئيس بالـ 2016 مش مشكل إذا كانوا كرسي ملاصقة ما هي حريتهم هن بيقرروا على رأس الحرية على رأس مين قال أنه هذا منافل للحرية يعني ما بيحق لهم يكونوا مغيرين عن المجتمع حر برأيهم بس مش حر بممارسة على الأرض هيدا قمع أنا ما عم بأقمع تبهي لو بدي أقمع كنت قلت ممنوع حدا يشرح لي ما معنى مراعاة عدم الإختلاط هل يفهم من النص المنع ثانيا بموضوع الصلاة عفاظا على قدسية الصلاة نطلب مراعاة الصلاة بين رأي يعتبرها قرارات صادرة من الأرض لإرضاء السماء ورأي آخر يراها قرارات خاطئة بعد الأرض عن السماء جبشيت مع التعايش وضد الاختلاط ليالبو موسى قناة الجديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي يؤكد قدرة لبنان على تمويل نفسه ويحمل الأزمة السورية أعباء تراجع النمو الاقتصادي إزاء المخاطر المالية التي تواجه لبنان خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن صمته مطمئناً لبنانيين إلى حال الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي البنانية هي الطعام لبنانية لبنانية ستساعدة فقط من البنانية كم يفعلها كم ستساعدة أو ستساعدة أو ستساعدة وعن هيئات مكافحة طبيعي الأموال نحن من خلال هيئة مكافحة طبيعي الأموال عم نعالج الملفات إفراضيا وعبت تأخذ الأرارات التي هي أرارات من ناحية تحترم القوانين الخارجية ومن ناحية تانية لا تكون مشحفة بالنسبة للمطاعتين مع الكطاع المصرفي اللبناني وتوقع نموا في الودائع يبلغ نحو 5% وحمل الأزمة السورية أعباء تراجع النمو الاقتصادي اللبناني نحن لحظنا تزامن بين التراجع بالنمو الاقتصادي في لبنان مع أنه النمو بعده إيجابي وإنما رجع من ما كان معدل و7 أو 8% إلى بين الواحد و2% مع اندلاع الحرب في سوريا ولبنان تحمل أيضا الأكلف المرتبطة بنازحين السوريين وابتعاد المستهلك والمستثمر الخليجي عن الأسواء اللبنانية وشدد سلامي على أن الوقت الضائع في حلحلة ملفات النفط والغاز مكلف جدا وختم قائلا إن لبنان قادر على الاستمرار في تمويل نفسه تقرير لجنات مراقبة كازينو لبنان يفضح التقصير ودعوة أمام قضاء العجلة لوقف المخالفات يعتبر كازينو لبنان من أهم المرافق السياحية في لبنان وهو مصدر إرادات كبير للخزينة اللبنانية لكن في عهد الإدارة الحديثة للكازينو تراجعت الإرادات بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة بحسب التقرير الرسمي للجنة الإشرافي على الكازينو وذلك بسبب سوء الإدارة ومخالفات عدة ذكرها التقرير إرادات كازينو لبنان سنة 2010 كانت 155 مليار ليرة لبنانية بعد ثلاث سنوات تدهور الوضع بالكازينو وصفت إراداته سنة 2014 مليار ليرة أي تراجع أكثر من سلس إرادات كازينو لبنان وهذه مصيبة بحد ذاته بناء على التقرير وعلى معطيات أخرى تقدم المحام ودي عقل بدعوة أمام قضاء العجلة لوضع حراسة قضائية على الكازينو أمام هذا الواقع تقدمنا بدعوة حراسة قضائية على كازينو لبنان بناء على قانون أصول المحاكمات المدنية وصلاحية قاضي الأمور المستعجلة بجوني الرئيس ريشا وطلبنا منه وضع وتعيين حارس قضائي على كازينو لبنان حرصا على المال الخاص والمال العام إضافة إلى التراجع في الإرادات يقوم رئيس مجلس إدارة الكازينو حميد كريدي بمخالفة النظام العام بعدم دعوته لعقد جمعية عمومية للمساهمين منذ أكثر من ثلاث سنوات ناجي سالم هو مساهم في الكازينو وكان موظفا لكنه طرد بعد ظهوره في برنامج للنشر إذ تحدث عن الفساد داخله وهو يملك معطيات كثيرة تتعلق بهدر المال العام المخالفات اللي عم تحصل هذه اللي وعد بين إيدينا نحن وفي عنا موسائينا يعني مثلا موضوع المزود ما فيها تقرير خبير مكلف من قبل قاضي العجلة الرئيس ريشا مجوني استاذ جلوان جلوان بيقولوا التقرير أنه بظل ست سبعة شهور فيه 625 فتورة ومستند طيب مش عم بسلمونا إيهما بين أيدي قضاء العجلة تقرير رسمي من الدولة اللبنانية وقعه خمسة مدراء عامين يرأسهم مدير عام المالية ألام بيفاني وقد حدد جلسة في الثامن والعشرين من الجاري هي فرصة لوضع حد للفساد الحاصل وللحد من التراجع في الإرادات وخسارتها على الخزينة اللبنانية بسبب سوء إدارة الكازينو ما قصة انقلاب عن الثين وتسعين اللبناني الذي لم ينجز في زحمة الانقلاب التركي كثر من تواردت في أذهانهم إمكانية حصول سيناديو شبيه في لبنان لكن هؤلاء أنفسهم لا يعرفون أن انقلابا كان واردا غير أنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ قبل أربعة وعشرين عاما ماذا يقول اللواء السابق جميل السيد عن الفكرة التي لم تصل إلى مرحلة التخطيط في ليلة ما ستة أيار 1992 وبتناغم بين الرئيس الراحل ياسل هراوي ورفيق الحريري الذي لم يكن بعد رئيسا الحكومي والسفير جوني عبدو بالخارج وبالتنصيق مع حاكم مصرف لبنان حين ذاك الشيخ مشيل الخوري تم رفع الدعم فجأة عن الدولار عن ليرة لبنانية بما معناه أصبحت ليرة مكشوفة وانطلق سعر الدولار إلى 1500 وصولا إلى 3000 ليرة لبنانية مما استسار ردة فعل كمان مدروسة من قبل بعض الأطراف كانت غاية كل هذه الحركة الإطاحة بحكومة الرئيس عمر كراه وهذا ما حصل فعلا كمدرية مخابرات في تلك الفترة كنا على اطلاع بهذه الحيثيات وبخلفية هذه الحركة طرأت فكرة أن هذا الانقلاب الذي حصل من كنف مؤامرة اقتصادية عنوانا أن يصبح قدوم رفيق الحريري ضرورة حاكمة للبلد تحت عنوانا أنه رجل الاقتصاد ورجل المال طرأت فكرة لدينا فكرة أن يقام انقلاب مضاد توارد إلى غازكا عن هذا الموضوع من قبل بعض أسدقاء المشتركين فكان أنبادر إلى الاتصال وقال بما معنى أنه لا يصح الانقلاب تلك كانت فكرة انقلاب لم يحصل انقلاب عام 92 الذي لم ينجز استبدل بانقلاب داخلي عام 98 حين تسلم العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية وهو انقلاب صمد بحسب السيد حتى اغتيال الحريري عام 2005 من 2005 أصبحت قيادات الطائفية والمذهبية في البلد أقوى من الدولة ومؤسساتها وأقوى من الجيش وأقوى من أجهزة الأمن وأقوى من القضاء وبالتالي لكي ينجح انقلاب يجب أن يكون هناك دولة لما ما في دولة عمين بدك تعمل انقلاب لكن استحالة وقوع الانقلاب وخروج السيد من السلك الأمني لا يمنعاني الرجل من الحلم المتسألني بتقلي إذا رجعت اليوم شو بتعمل بالله تعطيني البلد خمسة أيام وعدمني باليوم السادس من سيتجرأ على تنفيذ هذا الحكم أنا أنا بتراهد قدام الشعب اللبناني عم يسمعني خمسة أيام إذا ما حدث ترجع عدمني بالسادس بعدهم حالي بس على ليه اللي بسلمهم بلد سجنهم أو نفيهم هو العلاج الذي يمكن أن يضع لبنان على سكة الاستقرار مستحيلا كان ممكن يعرض السيد بلدا على شكل وجبة سريعة وجاهزة لمواطنيه بلا تعب وفي منطق الطبخ والسياسة الفرق هو نفسه بين الوجبة السريعة وتلك المعدة بعناية وبين من يريد بلدا جاهزا ومن يسعى للحصول عليه أدم شمس الدين قناة الجريد المسؤولون يعيشون هاجز قانون النسبية ومعظم الشعب اللبناني لا يدركوا ما هي هذا المشروع قانون النسبية ما بدي اعتذر منك قانون النسبية ولا شيء ما بعرفش عنه صراحة نسبية ما بعرفش ما بعرفه القانون النسبية يقول ليش كيف في لبنان رطار احترق دين عرض لبنان بعد أن نحكي بالقانون ما في لبنان احترق رغم ما في لبنان با قانون النسبية هو ببساطة التصويت للبرامج والأحزاب لا للأفراد ويعد هذا القانون نظاما انتخابيا يقوم على التنافس الحر بين لوائحة أو تكتلات سياسية مختلفة في دوائر انتخابية كبيرة بحيث تفوز كل لائحة بعددا من المقاعد النيابية مساوين للنسبة المئوية التي تنالها من مجموع عدد المقترعين وللتوضيح نفترض أن هناك دائرة انتخابية مخصصا لها عشرة مقاعد في المجلس النيابي وأن هناك فرضا ثلاث لوائح انتخابية لثلاثة أحزاب أو تيارات أو تكتلات وحصلت اللائحة الأولى على ستة ألاف صوت واللائحة الثانية على ثلاثة ألاف صوت واللائحة الثالثة على ألف صوت فيصبح توزيع المقاعد النيابية بحسب ما حصلت عليه اللوائح من أصوات فتفوز اللائحة الأولى صاحبة الأصوات الأعلى بستة مقاعد واللائحة الثانية بثلاثة مقاعد واللائحة الثالثة بمقعد واحد قانون النسبية هو خارج القيد الطائفي لأنه يحتم على القوى السياسية والحزبية خوض الانتخابات متنافسة على جمهور من المنتخبين مقسم على أساس حزبي لا على أساس طائفي أو مذهبي ومناصره يؤكدون وجوب أن يعتمد هذا القانون على أساس أن لبنان دائرة انتخابية واحدة تتمثل فيها شرائح المجتمع بالنسب التي تحصل عليها وبأولوية الأسماء التي تقدمها اللوائح ويشجع النظام النسبي المجتمع على الحراك لأن كل صوت يصبح له ثقله فتنتفي تاليا عمليات التشطيب وعمليات التزوير في أقلام الاقتراع ويفرض أيضا على الأحزاب الكبرى مراعاة مختلف الشرائح الشعبية عند تأليف اللوائح الانحلاق قناة الجديد أخبار محلية متفرقة في بانوراما للزميلة رشالك اشتبه الأهالي في منطقة الشيح شارع الأسعد بحقيبتين موضعتين داخل مستودع للنفايات وعلى ظهرهما ثلاثة مماشد تعود إلى سلاح حربي من نوع كلاشنكوف ومشطن لمندقية أم 16 مليء بالرصاص وقد حضرت القوى الأمنية وقامت بإجراءات أمنية وقطعت الطريق بعد الوقت وبعدما تبين أن الحقيبتين خليتان من المتفجرات أعادت القوى الأمنية فتح الطريق قرر قاد التحقيق المناوب في بيروت جارج رزق رد طلب تخلية السبيل المقدم من وكيل متهم في ملف الإنترنت غير الشرعية في حيسو وكانت الهيئة الاتهامية قد قررت الإفراج عن حيسو بكفالة مالية قدرها 50 مليون ليلة لبنانية بعد موافقة قاد التحقيق في بيروت فادي عنيسي على طلب تخلية السبيل منتصف هذا الشهر بعد طردهم من العمل من دون التعويض عليهم اعتصم عمال مطبعة إكسبرس داعين المعنيين والنقابات إلى مسانداتهم في وجه أرباب العمل مطبعة الإكسبرس ممصرحين عنهم بالضمان ممصرحين عن روتبهم الحقيقية بالضمان أيمين شكاوى في نزاع عمل جماعي بين العمال وبين إدارة المطبعة بيوجهوا لإنذار صرف كمان ما بيحق لهم بهذا الوقت مطبعة الإكسبرس عرام للبيضة عم تصرف مطبعة طبعة عم تصرف عمال لبنانية ويجيب عمال أجاني اعتصمت منظمة كفة ضد العنف الأسري أمام مقر قصر العدل للمطالبة بإنصاف النساء مثلات من العاصي بعدما رأت المحكمة أن قتلها جريمة شرف كيف لنا أن نتفهم هذا الحكم كيف لنا أن نتفهم كيف ضرب القضاء بعرض الحائط روحية قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي نص على مضاعفة العقوبة في حالات القتل داخل الأسرة لا الله ما في هذا منه حق إنسان تنقط المرتين أول مرة أتليها هالتاني مرة بشرفة كان شي بينسكت عليه بس هذا ما بينسكت ما فيه حدا إنسان بيحسها الشعور نحن حاسينه طب ليها الظلم عود ميويم الكهرباء تحركهم الاحتجاجي لعدم التجاوب مع مطالبهم بتثبيت الناجحين فقطعوا الطريق البحرية قرب مؤسسة كهرباء لبنان في كوليش النهر بعدما عمدوا إلى إغلاق أبواب صالة الزبائن في الشركة والاعتصام أمام مكتب المدير العام حيث يبيتون ليلتهم بعد شيوع خبر إقفال مستودع نادر تشيكن في سن الفيل بسبب وجود أطنان من الدجاج الفاسد تحركت وزارة الزراعة وأوضح مدير الثروة الحيوانية في الوزارة للجديد تفاصيل القضية كم الكشف على مؤسسة أو شركة نادر تشيكن بسن الفيل وتبين عند الكشف أنه فيه كمية لبأزها من الدجاج لحوم الدواجين المجمدة كمية كبيرة متعددة مناشي قصم منها اللحوم منتهية الصلاحية داخل على الأراضي البنانية بطريقة شرعية ومنتهية الصلاحية داخل الأراضي البنانية يمكن لكثات السوق أو عمر آخر وفيه كمية كبيرة مش محطوطة ليا أو مش موجودة ليا أي دليل للمنشأ ولا تاريخ الإنتاج أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في اجتماع انعقده مع اتحادات النقل البري ورئيس المطار فادي الحسن أنه لم يستثني أحد من عمل تاكسي المطار بل كل ما قام به هو تنظيم لعمل هذا التاكسي وللعملين فيه لجهة طلب الالتزام بتسعيرة موحدة مع وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس وشدد زعيتر على أن الموضوع هو تنظيم تاكسي المطار حيث يوجد مائة وواحدة وتسعون سيارة تاكسي وأربع وأربعون سيارة سيرفيس حيث سيصبحون تحت اسم تاكسي المطار فقط أنجبت سيدة سورية نازحة طفلة في مستشوى المرتضى بعلبك برأسين ملتسقين من الخلف وقد أجيت للطفلة عملية فصل للرأس الزائد بنجاح وهي في حالة مستقرة وأكد الطبيب أن هذه العملية من الحالات النادرة مشيرا إلى وجود تشوهات كثيرة لدى الولادات عند النازحين السوريين بعد الإعلان قرد الكلاب أهلا بكم من جديد جديد في لبنان قرد الكلاب لإبقائها إلى جانب أصحابها في بلاد القروض أضيف إلى قروض السكن والسيارة والتجميل قرد الكلاب الفكرة لا تقتصر على الربح المادي عبر بيع الكلاب وتدريبها فحسب بل تشمل التغطية الطبية والأكل والتدريب لمن يمتلك الكلاب كل ذلك في سبيل أن تبقى الكلاب معززة بجانب أصحابها وأن لا تقف الظروف المادية عائقا يعني هي البتلون نحن عملناها كرميل بعدنا الأونرز بس يصالوا لمرحلة معينة ما ننقدريني أمنوله أكله ما ننقدريني أمنوله لتراينينج طبعه والإشياء الصحية عند الفترينير أمنلهم هالفاسيليتي كرميل بعدنا ما يتخلوا عن كلابهم ويصيروا الكلاب بالطرقات عم نقدم هالفاسيليتي نحنا بالتراينينج بالأكل بكل شيء يعني الشغلة ما أنا متعلقة بس أنه نحنا بدنا نبيع ببوبي نحنا بدنا نهتم كرميل هالعالم شوي يصير عندها وعي تتعرف حالة بعدين لوين واصلة مع البوبيز قد يسأل سائل ما جدوى الاهتمام بالكلاب فيما البشر ضاقت بهم سبل الحياة الكلب وفي والكلب دائما بدك باسيونت تتعامل معه مثل ما أنت بتربيه مثل ما بيطلع الكاركتر طبعه مثل ما أنت بتهتم فيه بالتراينينج إذا أنت بتعطيه من وقتك إذا أنت بتعطيه اهتمام إذا هو بيعطيك فيما طلب يقول بدأت تشوف الإنسان كيف الكاركتر طبعه بدأت تشوف كيف يتعاطى مع الحيوان يلي هو أضعف منه في زمن القحط قد يكون الكلب وحده من يبادل البشر الوفاء حتى الموت في مقابل قليل من الحب كما تؤكد بيلا مئتا ثنائية عدد المستفيدين مبدئيا من مشروع علاج العقم في مخيم عين الحلوي الذي يتوله المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني زرع الأمل في نفوس محرومي الإنجاب هو الهدف من مشروع العقم وطفل الأنبوب لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي ينفذه المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتى وللغاية رعى المشرف العام لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح العميد محمود عيسى لينو في مخيم عين الحلوي حفل توقيع اتفاقية لعلاج العقم وإجراء عمليات طفل الأنبوب بين المركز الفلسطيني للتواصل ممثلا في ميشيل جبور ومركز إيف للإخصاب ممثلا في الدكتور محمود دخلول والقابلة القانونية هلا السبع ونتمنى أن يكون في المستقبل القريب جدا مشاريع مشابهة لهذا المشروع لتحسين أبداع مخيماتنا في الشتات وهذا المشروع هو الأول مثل ما ذكر خينة أبو العبد من نوعه في مخيمات الفلسطينيين في لبنان وقد سبك أن نفذه المركز أي مركز فتح في كل من غزة بعدد أربعمائة حالي والطفة الغربية بعدد ميتين حالي السنة الماضية كانت نتائجها ممتازة فاخت بالنجاح الأربعين في المئة نحن إن شاء الله سنحاول نكون أفضل قطعهم سنعمل كافة للجهود بإذن الله أن ننجح المشروع واختتم الحفل بتوقيع الاتفاقية التي وضعت موضع التنفيذ فوراً كسباً للوقت وعلاج الحالمين بالإنجاب رئيس قسم أمراض السرطان الريع في جامعة مونفوليه يحط رحاله في مستشفى المشرق إبحاث عن أسباب السرطان تجده في تلوث الماء والهواء والغذاء بالدرجة الأولى وهو ما أدى إلى ازدياد نسبة الإصابة بهذا المرض في لبنان وأكثر ما يصيب المرأة هو سرطان الثدي وعند الرجال سرطان الرئى هذا ما دفع بمستشفى المشرق إلى محاولة إيجاد لعلاج الأنجع عبر استقدام أفضل الأطباء من جامعة مونفوليه فحضر الشقيقان الفرنسيان باسكال وجونلي بجول ليضع خبرتهما في خدمة المرضى علاج السرطان الرئى يتطور بشكل سريع ما يخدم المرضى ويعطيهم الأمل وأنا هنا لهذا الغرض وأعتقد أن مستشفى المشرق أفضل مكان للبدء منه نحو تحقيق الهدف في المشرق البيئة جيدة المعدة متطورة الفريق ديناميكي وهو ما أحتاجه لا سيما وأن علاج السرطان الرئى يحتاج إلى تواصل مباشر مع الجراحين نظرا لخصوصية عمليات الجراحة لهذا المرض بالذات وسيكون من المفيد التعاون مع مستشفى المشرق ومع بدء هذا التعاون تحاكي أقدم جامعة للطب في العالم وهي جامعة مونفوليه أحداث مستشفى للطب في لبنان وهو مستشفى المشرق أهالي القاعية تحدون الأرهاب بمهرجان تضامني لأنهم شعب يحب الحياة ولا يخاف الموت تجمع المئات من أهالي بلدة القاع ليحيوا كما كل سنة مهرجان عيد ماريليس وهذه السنة استقبلوا عددا من الفنانين الذين أتوا من مناطق عدة معبرين عن تضامنهم مع أهلهم في القاع لبنان بقلبنا من الجنوب للشمال بنا نقول للشهداء نوجه تحية إكبار لكل شهيد سقط حتى يبقى كل الوطن ونوجه تحية للجيش اللبناني اللي قاعد على الحدود عم يحمي الوطن بنا نقول لهم تحية لكل جندي وكل ضابط ولأيادة الجيش وقائد الجيش جاي من زحلي جاي بمعي رسالي من العضرة السليم على اسمه لمر ليس السليم على اسمه كمان حتى يحمي أهل الحق إلى جانب القوى الأمنية وقف الشباب على السطوح ليكملوا المهمة في حراسة أرضهم وأهلهم الذين لم يترددوا في تلبيات الدعوة للمهرجان وغنوا أغاني وطنية حتى ساعات الليل الأولى ليه بدي خاف هذي ضايعتي وأرضي وبلدي ما بخاف أبداً لأه لأنه نحنا العيين باقيين هون باقيين باقيين ما رح نزيش من هون ما هنالك كثير الأسعاب نطفق من الدولة إنها تساعدنا لنبع بأرضها نحنا جينا من بيروت وأصلاً كنا موجودين هون وقت التفجيرات ورغم هيدا الشي مش رح نترك ضايعتنا يعني مية بالمية رح يجي أنا وابني ومرتي وولادي وأهلي وسته وجده وكلنا سواء زال الله راد رح نضلنا هون وما في شي رح يخوفنا على رغم من التخوف من أي هذة أمنية إلا أن يوم القاعد تضامني مر على خير وشعبها أثبت شجاعته مرة جديدة سباق السيارات الخارقة حرث سياحي استثنائي في بيروت سباق السيارات الخارقة حدث هو الأول بالنوعي في لبنان ستشهده بيروت على مدى يومين من أيلول المقبل كما في موناكو وسيدم متصابقين لبنانيين بشكل أساسي ونجوما أجانب الغاية من هذا الحدث بحسب المناثم حسين فواز جاثبوا الانتباه مجددا إلى لبنان ومساهمة المواطن في دور فعال يساعد دولته من أجل تحسين البلد وتقديم صورة أفضل للبنان اللي عم نحاول نعمله ببي جي بي أنه نعمل سباق بلبنان يجيب السوح من بره على بلدنا مثل موناكو بس مش فور ميلا وان سوبر كارز سباق أيلول اللي هو بـ 24 و 25 أيلول اللي حتتذكر كل بيروت كرميلو حنزفت كل الطرقات من أول وجديد حنشيل المطبط وحنعمل لينز وحنحط مدراجات للعالم بعيدة عن السباق عشان السيفتي إشو بالنسبة للوضع الأمن لبنان اللي احنا اكثرنا 40 سنة أنا مراهن على بلد لبنان وسيكون للحضور جائزة مميزة تكت بخولك تفوتي يوما على السباق واخد شيء يمكن تربحي سهرية بورش 2016 المصابقة التأهلية التي ضمت 50 موطة سابقا لم تكن حكرا على الشبان أنا البنت الوحيدة اللي بالبيروت جرامبري ليه شاركتي وش بتشجعي كمان الصبية يتسابق تشاركت لأنه أول شيء السيارات هي هوايتي والسرعة كمان وأكيد بشجع كل بنت أنه تنزل وتشارك معنا إذا مع سوبر كار لأنه هيدا الشيء كتير حلو ولنفرجي كمان شوية للرجال أنه احنا كمان بنقدر نفوت بهيك الشيء أكيد بدأنا المنافسة أكيد بتحدى أي حدا أنا ينزل إذن أمام محبي الصباق موعد في لبنان سيتيح لهم المشاهدة من دون عناء الصفر والتكاليف وأمام لبنان حدث استثنائي يعيد إليه مكانته السياحية إيمن فواز قناة الجديد بعد الأعلان علم بالانقلاب من صفره أهلا بكم من جديد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوما أن المتورطين في الانقلاب العسكري أقلية تنتمي إلى منظمة فتحالا جولن الإرهابية مشيرا إلى أن دول أجنبية قد تكون متورطة في الانقلاب وأضاف في حديث إلى الجزيرة أنه تلقى الخبر من صهره لكنه لم يصدق في واقع الأمر أنني قد تلقيت الخبر الأول من صهري وأنا في بداية لم أصدق كثيرا في هذا الخبر ولكن بعد ذلك التطورات قد أثبتت صحة هذا الخبر ثم أنا تحدثت مع مستشار المخابرات الوطنية وأنا كنت مع وزير الطاقة آنذاك وبدأنا باتخاذ الخضوات ببلورة الوضع ومباشرة انتقلنا من هناك إلى دلمان على متن المروحية ومن ثم انتقلنا من دلمان إلى إسطنبول الحمد لله بعد مضي 12 ساعة كان الأمر والوضع تحت سيطرتنا كليا ليس عدد عشرة آلاف قليل عدد قليل طبعا لا يمكن أن نعرف العدد في واقع الأمر كم عدد المتورطين في هذا الانقلاب العسكري ولكن نستطيع أن نقول إنهم أقلية وهذه الأقلية هي تنتمي إلى منظمة جولان الإرهابية في انتظار القرارات المهمة التي ستجدر عن الحكومة ومجلس الأمن القومي حملة التطهير تتواصل في تركيا وضحياها فاق خمسين ألف موظف من مختلف القطاعات في أول وجود له في العاصمة التركية منذ الانقلاب العسكري الفاشل عليه توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنقرة حيث رأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي التركي للبحث في تبعات الانقلاب الاجتماع استمر أربع ساعات وأربعين دقيقة أعقبه إعلان إرجاء البيان المقرر صدوره بجملة قرارات مصرية قد تغير وجه البلاد إلى حين انقضاء اجتماع الحكومة الليلة ومع ذلك سربتكهنات عن صدور قرارات قد تشمل إعادة هيكلة الجيش وتشديد الأمن وتقييد بعض الحريات بما يتيح استكمال تطهير مؤسسات الدولة من تغلغ لجماعة فتح الله جولين فيها والمتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية ونقلت مصادر عن عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم توقع عودة تطبيق عقوبة الإعدام التي ستشمل جرائم تغيير النظام في تركيا وفرض حال الطوارئ في البلاد لا سيما أن الدستور التركي يسمح بذلك ويأتي اجتماع الحكومة ومجلس الأمن القومي التركي في ظل مواصلة السلطات التركية ملاحقة المجتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب وتتهمهم أنقرة بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولين وعليه جرى توقيف 118 جنرالا وأميرالا وصدرت أوامر قضائية باعتقال عدد منهم كما شملت اعتقالات مئات الضباط من بين أكثر من 7000 عسكري عدا نحو 50 ألف شخص اعتقلتهم السلطات أو أوقفتهم عن العمل أو طردوا من المؤسسات الحكومية بينهم 3000 قاض و1500 عميد كلية وجامعة و21 ألف مدرس في معاهد خاصة إلى ذلك سحبت الحكومة رخيصة أكثر من 24 محطة إذاعية وتلفزيونية بتهمة سلطها بفتح الله جولين وحجبت موقع ويكيليكس عن شبكة الإنترنت وذلك فور إعلان الموقع أنه بصدد نشر أكثر من 800 ألف وثيقة عن بنية السلطة السياسية في تركيا وربطا أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أن الإنقلابيين الذين قتلوا في محاولات الإنقلاب سيحرمون صلاة الجنازة قلق إسرائيلي بعد الإخفاق في التصدي لطائرة من دون طيار دخلت أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة لا صواريخ الباتريوت ولا نظام القبة الحديدية ولا حتى سلاح الجو الإسرائيلي استطاع اعتراض طائرة من دون طيار حلقت أكثر من ساعة في أجواء الجولين المحتلة وعادت إلى الداخل السوري وبعد يومين على الخرق الجوي لا تزال تبعاته تلقي بثقلها على سلطات الاحتلال لا سيما أنه شكل خيبة أمل كبيرة وترح علامات استفهام عدة عن مدى جاهزية القوات الإسرائيلية لأي مواجهة مستقبلية على الجبهة الشمالية وذكرت صحيفة معاريف أن الجهات العسكرية الإسرائيلية لم تستطع تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الطائرة مثيرة احتمالا بأنها قد تكون روسية أو سورية أو تابعة لحزب الله وأنها قد تكون وصلت في مهمة استطلاع وتصوير الإخفاق هذا دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيقات في هذا الشأن لمعرفة مواضع الخلل وما إذا كان الخلل يكمن في منظومة الدفاع الجوي أم في أن الطائرة متطورة ومن بين التساؤلات التي طرحها الإعلام الإسرائيلي هي ما إذا كان هدف الروسي فحص جهزية الدفاع الجوي الإسرائيلي عبر تلك الطائرة وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرنوت إن الجيش الإسرائيلي يرجح أن تكون الطائرة قد وجهتها القوات الروسية الموجودة في سوريا ومن التكهنات أيضا أن الأمر وقع عن طريق الخطأ والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة صبيحة هذا اليوم البداية ستكون كما العدم من جريدة النهار اللبنانية أردوغان أعلن حالة طوارئ ثلاثة أشهر ولم يستبع التوارئ الدول في المحاولة الإنقلابية مجلس الأمن يحذر من التحديات اللبنانية ويلح على تسوية عاجلة للأزمة المؤسستية المعارضة السورية غارة إسرائيلية على موقع في مدينة البعث بالقنيترة ننتقل أو نبقى في النهار دول الاتلاف الدولي بدأت اجتماعات في واشنطن وكريا رأى أن المعركة ضد داعش بعيدة من نهايتها في جريدة السفير لم تعد صالحة للري ولا لتربية الأسماك وتسبب الأمراض نعي رسمي لبحيرة القرعون ونهر الليطاني إردوغان يتسلح بحالة الطوارئ الانقلاب لم ينتهي انتقد السيسي والأسد وإرلوت وثلث الجنرالات معتقلون والاقتصاد يهتز اغراءات خليجية لروسيا ورهان على قوات السعودية الجبير سنهزم الأسد كما دحرنا العروبيين والسوفيت في جريدة الأخبار أردوغان يقبض على الجيش ويعلن الطوارئ الأمر لبري لعون أن تخبك بشرط بصورة الأخبار بلا الحكومة خفضت الحد الأدنى ننتقل من الأخبار أعلان حال الطوارئ في تركيا والملاحقات تشمل القضاءة وأساتذة الجامعات وزراء يهددون بمقاطعات جلسات الحكومة مطالبة في واشنطن بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من تركيا ننتقل من الأنوار إلى الديار هل سمع دونالد ترامب بدولة تدعى لبنان لهذا السبب يستعجل جملات التسوية قبل الانتخابات الأمريكية انقلاب أردوغان المضاد أعلان حال الطوارئ لثلاثة أشهر في تركيا بوتن وأردوغان يلتقيان أواء الآب وواشنطن إجراءات أنقرة مبررة ننتقل من الديار إلى المستقبل اقتراح قانون من المستقبل لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبنان تحت جنح التقنين وفي المستقبل أيضا واشنطن تدعم تحركات السلطات التركية ضد الانقلابيين أردوغان يعلن الطوارئ لثلاثة أشهر ومن المستقبل إلى جريدة البناء واشنطن وموسكو تفتتحان غرفة جناف وكاري يبلغ الحلفاء مهل للمعارضة لحسم موقفها من النصرة وحل في ظل الأسد السفير السوري للبناء للتنسيق بملف النازحين وفي الرئاسة توافق الحلفاء في اللواء أردوغان يعلن طوارئ ثلاثة أشهر ويتهم دولا بالضلوع بالانقلاب الكراملين يؤكد القمة الروسية التركية مطلع آب وكاري يدعم تحرك الحكومة ضد المتورطين جلسة الحامية اليوم حول التمديد لشركتي الخلوي مخاوف من تعثر الموازنة وسلام يتمسك بالاستقرار وقانون العقوبات مؤتمر منحي العراق يجمع ملياري دولار من أجل النازحين التحالف لضمان فوز القوات العراقية والمعارضة السورية على داعش في جريدة البلد سلام يجدد التزام العقوبات الأمريكية وبر في إجازة وفي البلد أيضا وصورة الغلاب تركيا المعتقلة في الجمهورية لهذا اليوم العالم يستعجل الرئاسة ولا مبادرات ماسر أبو عبدو الكيماوي وفي جريدة الحياة ثلث جنرالات الجيش معتقلون ورصد سفنتين تحاولان بلوغ المياه اليونانية حال طوارئ في تركيا أربعون أو إلى الشرق الأوسط أخيرا أعلن الطوارئ ورفض مقايدة أنجرليك بجولن تركيا تحجب ويكيليكس أردوغان الانقلاب لم ينتهي ودول أجنبية متورطة محمد بن سلمان يرأس وفد السعودية في اجتماع واشنطن حرب داعش على طاولة وزراء دفاع أكثر من ثلاثين دولة كانت النشرة حينما سألت ذباح الطفل الفلسطيني عن آخر يوم نياته فتوى جبشيت فكروا كما يحل لكم وتصرفوا كما يحل لنا حر برأيه بس مش حر بممارسة على الأرض رياض سلامي عن هيئة مكافحة تبيض الأموال عم نعالج الملفات إفراضية مغارة كازينو لبنان افتح يا سمسم تعيين حارس قضاء على كازينو لبنان حرصا على المال الخاص والمال العام حلم الانقلاب يراود السيد تعطيني البلد خمس طيان وعدمني باليوم السادس النشرة انتهت مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء